في الرابع من مارس عام 2016 واثناء مشاركتي في جلسة الدورة الرابعة للمجلس الوطني الثاني عشر للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني اكد الامين العام شيجين بن على همية متابعة ومواصلة الدعم لقاضية مكافحة التصحر ومساعدة الفقراء قبل ثلاثين عاما لم تبلغ نسبة الغابات في كوبوتشي سوى واحد في المئة اما الان فاهالي كوبوتشي قد اوجدوا حلا فعالا لمكافحة التصحر عن طريق التجارب حيث تم اصلاح ثلث مساحة هذه الصحراء لتصبح الصحراء الوحيدة التي تم اصلاحها كليا في العالم بعد عملية الاصلاح تم انشاء منذومة وقية تجمع الغابات والمروش في محيث الصحراء حيث تم تثبيت هذه الصحراء وبعد ثلاثين عاما من الاصلاح ارتفعت نسبة الغطاء الغابي من 0.8% في عام 2002 الى 15.7% في عام 2016 بينما ارتفعت نسبة تغطية النباتات من 16.2% في عام 2002 الى 53% في عام 2016 اضافة الى انعاش التنوع الاحيائي بشكل كبير ان انجازات السن في مكافحة تصحر تقود العالم حيث تعد انجازات مكافحة العواصف الرملية وتلوث الحوار في كوبوشي نموذجا مشجعا وكل هذه بفضل كيادة رئيس جينبين وفكرته بان البيئة الطبيعية الجيدة هي الكنز الحقيقي